دكتور وطالب إماراتي يكمل دراسته الطبية في باريس منذ أربعة عوام في تخصص المسالك البولية عبدالله اقتطع اليوم جزءا من وقت دراسته لمشاركة إخوانه ممثل طلاب الدولة في فرنسا في عقد أول ملتقن طلاب لهم في باريس أول شيء أنا تعلمت لغة يديدة اللغة الفرنسية عرفتني على مجتمع يديد طبعا تتعرف عاداتهم تتعرف استقاليدهم تعرف الناس كيف عايشهم وكيف طريقة حياتهم من ناحية العلمية في استفادة جدا كبيرة الملتقى الذي نظمته مؤسسة وطن الإمارات بالتعاون مع صفارة الدولة في فرنسا كان بمثابة محطة أساسية لتبادل وجهات النظر بين الطلاب في أرض المهجر إضافة إلى تدارس وضعيتهم الدراسية وتعزيز قيم الانتماء الوطني وتشجيع الطلاب والطالبات على الابتكار والإبداع في مجالاتهم العلمية واكتشاف المواهب والطاقات الإبداعية لديهم نحن على ثقة فيهم وثقة تامة على وعيهم الحمد لله على وعي وإدراك الحس الوطني عندهم مرتفع وإن شاء الله نكون نحن قد حققنا إنجاز كبير لأن هذه البادرة وتستمر إن شاء الله نتوقع إن شاء الله في نوبمبر بيكون لقاء في الولايات المتحدة ويستمر هذا اللقاء مع الطلبة وأملنا فيهم كبير طلاب الإمارات في فرنسا يدرسون في جميع التخصصات وإن كانت الأكثرية منهم اختارت الطب في الجامعات الفرنسية وهناك من يدرس الهندسة والعلوم الإدارية والإنسانية والقانون وهم موزعون على الجامعات في جل التراب الفرنسي ما شاء الله عدد لا بأس به لهم موجودين والحمد لله والشكر اللي نحن نفتخر فيه كإماراتيين إن كل الطلبة اللي موجودين هي يمثلون دولة الإمارات خير تمثيل بإخلاقياتهم بتواجدهم مع الشعب الفرنسي ومع الجاليات الأخرى الموجودة وتتنفس أكبر الجامعات الفرنسية في استقطاب الطلبة الإماراتيين لما يتميزون به من أخلاق حميدة وتفوق علمي في جميع التخصصات في أقل من خمسة أعوام ارتفع عدد الطلاب الإماراتيين في فرنسا من 67 إلى أكثر من 700 جلهم يدرس في تخصصات كالطب والهندسة وإدارة الأعمال والقانون الدولي الطالب الإماراتي في فرنسا وكما في باقي الدول الأوروبية يعتز بيدنه ووطنه وقيادته ويحمل رسالة قيم ومبادئه إلى الآخر محمد وموسي لأخبار الإمارات باريس